والله في الحقيقة أنا ما عنديش علاش نلقى على الأحزاب نظن أنه لازم يتحملوا المسؤولية اللي قاموا بها في الأعمال ولا النشاط ولا المواقف اللي خداوها في الماضي لازم هما ليفهموا المواطن علاش خداوه هذوك المواقف أما المستقبل انتحهم يهم المناضلين انتحهم أنا ما عنديش دخل في هادشي احنا قناعتنا أنه حان الوقت أنه من الأجيال الصعيدة من الجيل الجديد هدايا اللي راه ينشأ في البلاد شباب يعني من رجال نساء الاخرية عندهم قدرات عندهم كفاءات عندهم نزاهة عندهم طموح هما اللي لازم يقتحموا الميدان السياسي ما نبقاوش في الماضي لمغلوق على فئة من الناس لعندهم كل الصلاحيات والوسائل والإمكانيات وهمشوا باقي المجتمع فالتجديد السياسية تكون مرحلة أو خطوة أولى لتجديد المؤسسات ثم لتجديد الممارسة السياسية في البلاد لازم الآن الجزائر تدخل في عهد جديد عهد والحداثة تصبح عندها معنى في الجزائر والحداثة من عدد من النواحي لازم قيمة العمل تعود ترجع للمجتمع لازم يعني انتاج ثروة من جديد ننتهي مع هذا روح الاتكال على الآخر روح الاتكال على الدولة لازم هي توكلنا هي تلبس لنا هي تقري ولادنا إلى خير لازم نوع من المسؤولية تعود ترجع عند الفرد الجزائري يا للأسف منذ يعني عقود والسلطة تقول كأنه المواطن ابقى انت ما تدخلش روحك السياسة ما تهمكش ما تحاولش يعني المهم انا نوزع عليك الريع وانتا خليني ندير سياسة الزلم الاجتماعي هذا العقد السياسي ما بين سلطة ومجتمع انتهى ما بقاش كاين امكانيات ليه لاننا رانا داخلين في عهد وين المحروقات الدور تحومي تقلص والانتاج تعنا في الجزائري يتقلص والاحتياجات الداخلية كبرت ما نقدروش نسوقوا في العالم المحروقات ونتقلوا عليهم باش يعني ينقضونها في المستقبل لازم هذه التقنيات الجديدة يعني الاقتصاد المتأسس على المعرفة التقنيات هذه المعلوماتية لازم كذلك نرجع حتى الانتاج مهما كان الميدان في الخدمات في السياحة في الانتاج الفلاحي الى اخرى لازم من جديد نعود نبعث الامل ونقول الجزائريين عندكم الامكانيات باش تخرجوا من مرحلة تعال اتكال والتبعية للدولة والمساندة للأسعار وكأنه كان يعني سلطة ما تدعمش المواد الأولية احنا رحين نموتوا لا بالعكس لازم نخليه الجزائري يطمح في المستقبل ويقول لك لو كان نستثمر أولا في التكوين نكونوا ولادنا ولكن تكويني يكون عنده نوعية عالية في المدرسة في الجامعة حتى نستفيد من كفاءتنا ومن بعد الكفاءت هدو لازم نفتح لهم المجال من شين همشوهم يعني يقرأ ومن بعد كي يجيب الشهادة وقولوا لو رح راك بطالة شفنا هجرة العديد من الأدمغة ولا يروح للخارج باش يحاول يصيب يعني المعيشة تاوه فإذن لازم نغير المدومة الاقتصادية الدولة ما لازمش تبقى إلا في المدان الإداري وتغلق على الناس منين تتحرك تصيب كاين حاجز أمامك هذا رح يخلي الناس خاصة البيروقراطية التي عطلت لأن وراء البيروقراطية كاين الفساد الكل يعرف أن السلطة السابقة تتحكم في الإدارة ومن خلال الإدارة تستهلك كل إمكانيات المواطن وتعطل كل ما يحتاج إليه المواطن تخلي مربوط المواطن في كل مستويات إما كان في الميادين الصناعية على جميع الأصعادة